أضحكت القرن سوفيان مرابط جزائري وليس مغربي صفحة عالمية تقع في المحظور مثير وصادم تصريح لوزير العدل يكشف عن تصور ساذج ومغلوط لمدونة الأسرة حفيد الدراجي مشافيها والكبرانات لن يسامحوه بعدما فعل هذا الشيء صفحة باشا على خد عجوز تخرج سكان مرموشة ببلمان للاحتجاج رياح الحب بين أشرف حكيمي وسيرينا جوميز فما هي القصة؟ إداعة تونسية الجزائر لم تنسحب بل هاربت خوفا من الفضيحة في مواجهة الترشيح المغربية جاب الربحة يجمع رفيق بوبكر ومجدولين الإدريسي أميمة بعزية تحتفل بحنة سبع شهر الفنان المغربي حاتم عمور يعلن انضمامه للجنة تحكيم ستارلايت إتنان إكرام بيلانوفا تثير قلقة متابهية فقدت الرغبة في الحياة بعد رحيل جدتيا سلم رشيد تختفي عن الأنظار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن ودائما جديد الأخبار السياسية والفنية والرياضية والتقافية قبل البداية دائما نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه تسليم أثارت صفحة عالمية على وسائل التواصل الاجتماعي اهتماما كبيرا بسبب اعتبار النجم المغربي سوفيا المرابط جزائريا بعدما أثنت على تألقه في مباراته الأخيرة مع نادي مانشستر يونيتد صفحة ترول فولكبول المشهورة عالميا نشرت صورة لسوفيا المرابط بعد مبارات مانشستر يونيتد وكريستال بالاس يوم الثلاثة الماضية واعتبرته لاعبا جزائريا ما دفع المتابعين للتدخل والتأكيد على أنه لاعب مغربي بينما قام بعض المتابعين المغاربة والعرب بالتعليق بسخرية على هذا الحدث معتبرين أن المرابط يتعرض لسرقة جزائرية مشيرين إلى الأمثلة الأخرى للعبين المغاربة الذين تعرضوا لنفس الحادثة من قبل الأياد الجارة ويشكك البعض في نوايا الصفحة في ترويجيا لمواضيع مثيرة للجدل وتعاملها الساخرة مع لاعب مغربي يحظى باهتمام الجميع عقب اجتماعي بالرئيس المنتذب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي ورئيس النيابة العامة الحسن الذاكي للإشراف العملية على إعادة النظر في مدونة الأسرة أدل وزير العدل عبداللطيف وهبي بتصريح مثير للجدل يكشف عن تصور سادج ومغلوط لمدونة الأسرة وقال عبداللطيف وهبي في تصريح للصحافة بالمناسبة إن هذا اللقاء يعد الأول بعد الاجتماع مع رئيس الحكومة والذي تم من خلاله التهيئ لاجتماعات المقبلة لتنظيم وتوزيع العمل مبرزا أنه سيتم الشروع في العمل ابتداء من يومه الجمعة المقبلة وأضاف عبداللطيف وهبي أن اللجنة التي ستشرف على تعديل مدونة الأسرة مطلوب منها أن تنصف المرأة المغربية وفقا لما يريده صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدتها وزاد هذا يتطلب إعادة النظر في مجموعة من الغضايا التي سنناقشها بعد أن نستمع إلى جميع الأطراف ونتمنى أن ننصف المرأة المغربية هذا التصريح الغريب يكشف أن وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش ما يزال مشبعا بفكرة مغلوطة وخاطئة مفادوة أن المدونة هي مدونة المرأة فقط وهو تصور السادج المغلوط الذي حذر منه الملك محمد السادس بنفسه في خطاب العرش لسنة 2022 حيث أشار إلى أن فئة من الموظفين ورجال العدالة ما زالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء وأضاف جلالة الملك في ذات الخطاب والواقع أن مدونة الأسرة ليست مدونة للرجل كما أنها ليست خاصة بالمرأة وإنما هي مدونة للأسرة كلها فالمدونة تقوم على التوازن لأنها تعطي للمرأة حقوقها وتعطي للرجل حقوقها وتراعي مصلحة الأطفال لذا نشدد على ضرورة التزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل لمقتضايتها القانونية وظاهر في تصريح وزير العدل عبداللطيف وابي لوسائل الإعلام أن هذا الأخير ما يزال مشبعا متشبثا بذلك تصور السادج المغلوط ولعل الخلفية الإيديولوجية والسياسية للرجل لعبت ضورا غير يسير في هذا الأمر وبمقارنة يسيرة مع تصريح محمد عبدالنباوي حيث حول ذات الاجتماع يقف القارئ الكريم على وجهة ما نبهنا عليه بشأن وزير العدل لعله يتدارك نفسها ويصلح تصوره حول أمر جلل يهم أزيد من 35 مليون مغربية وقال عبدالنباوي عقب ذات الاجتماع بأن الملك محمد السادس حارس على الاهتمام بقضايا الأسرة المغربية ولذلك يستمع إلى نبض كافة مكونات المجتمع بهدف تحقيق انتظاراتهم مضيفا أن الملك محمد السادس تفضل بتشكيل هذه اللجنة من أجل مراجعة مدونة الأسرة التي مضى على العمل بها 20 سنة وهي مدة كافية من أجل الوقوف على الاقتلالات التي تواجه الأسرة وأفاد عبدالنباوي بأن ابتداء من الأسبوع المقبل ستبشر اللجنة الاستماع لبعض الأطراف على أن تستمر هذه العملية في الفترة المقبلة معربا عن أمله في أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح حتى نكون عند حسن ظن جلالة الملك وتقديم مقترحات كفيلة بتنزيل مدونة جيدة تكون في مستوى تطلعات الأسرة المغربية وأكد محمد عبدالنباوي على أن القضاء سيكون محايدا ومحترما لثوابت الأمة مضيفا بأن الأمر تعديل مدونة الأسرة ليس فيه نزاع بل هو بناء قانوني وشرعي للأسرة المغربية بل حتى الحسن الذاكي في تصريح إثر الاجتماع المذكور سنكادت ناج عبدالنباوي مشددا على أن ما هم بصدده يهم الأسرة المغربية ككل وليس مكونا من مكوناتها فقط كما هو تصور وهبي السادج والمنحاز عن المدونة تجدر الإشارة إلى أن عبداللطيف وهبي ذي المرجعية الحداثية العيمانية والعضو السابق في حزب الطليع اليساري الرديكالي عرف بخارجته المثيرة للجدل والتي يحرص من خلاله على الدفاع عن الزينة وإلغاء تجريمها تحت مسمى العلاقات الرضائية بل وسبق له أن اتهم عموم الشعب المغربي في عرضه وشرفه حين قال في جرأة ووقاحة غير مسبوقة من مسؤول يتربى على كرسي وزارة حساسة أجي ونضيروا لضعين كل مدزة دري انقلبوا على البها يبقى المغربي غادي وتابع عشرين دري موسيقى 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 الجزائر صراحة انخذنا كلها قوطة متزايدة لطنبين متعاكة لأحدى التكزايد ونحن نفراجع فمن الصعب جدا أن نلحق بيأركب مناعب والفنازك والدنيا التحفية والمواصلات والاتصالات والمتكليلات في رسوم الجماهير والمنتحدات كل هذه تطلب جهودية كبيرة جدا أعتقد بأننا للأسف شديد متفتي إلينا نحن نحضرهم للأسف شديد متفتي ألونا نتقدم عنا بخطوات أقتنوان ليهم بأمنع لا نقدر على تنبيلنا كأكسرتها ولا تنكسلها ألم ولا تبعا كيف ألم يشطرون جولهم يحسنون للأسف تداول نشطاء على تويتر وفيسبوك تسجيل صوتي مصرب للمعلق الكروي الجزائري حفي الدراجي يعتري فيه بتفوق المغرب على الجزائر في كل المجالات من بنية تحتية وملاعب ويقول الدراجي في ذات التسجيل الصوتي المصرب أنه من الصعب على الجزائر اللحاق بالمغرب الذي يتوفر على بنية تحتية متطورة من فنادق وطرق سيارة إلى غير ذلك مما جعله يسحق نيل شرف تنظيم كأس إفريقيا 2025 عن جدارة والسحقاق وأكد حفيظ الدراجي في ذات التسجيل أن الجزائر غير قادر على تنظيم لا كأس إفريقيا ولا كأس العالم ولهم يحزنون خلف اعتداء رجل سلطة ببولمان على عجوز سبعيني احتجت على أشغال غضبا شعبيا وتضامن حقوقيا وخرج عشرات الأشخاص في مسيرة غاضبة رددت خلالها شعارات طالبة عامل الإقليم وزير الداخلية بالتدخل للتحقيق وترتيب الجزائة فيما آلنت جميع حقوقيا مؤازرتها ودعمها للضحية التي نقلت للمستشفى وأوضح فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميصور دعمه لها حتى يأخذ القانون مجره مؤكدا أنها تتلقى العلاج في المستشفى الإقليمي المسيرة الخضراء الذي نقلت إليه بعدما أمي عليها وأصيبت بنزيف في اعتداء مرفوض وتعنيف لفظي وجسدي مشيرا إلى أنه توصل من عائلة الضحية بطلب مؤازرة وقالت شهادة سيدتين من داخل وقفة السكان إن الباشا توجه إلى العجوز وصفع صفعة قوية على وجهها ما أدى لسقوط أرضا قبل أن تحاول النهوض مجددا إلا أنه ركلها في صدرها ما زكته شهادة شاب تناول الكلمة أمام السكان الغاضبين بينما قالت سيدة إنها سمعت الباشا يهين أبناء المنطقة بكلام حط من الكرامة الحادث وقع أمام أعين السكان ولجنة مختلطة حضرت إلى عين المكان لمعينة أشغال تهيئة بعض الأزيقة والشوارع بمركز جماعة إيموزار مرموشة تقصي حقيقة اعتراض بعض السكان على بعض ممراتها ومنهم العجوز التي حاول ابنها توثيق ما تعرضت إليه بآتي فيه نزعوا منه رجل السلطة لمنعه أفادت عدد من الصحف التركية أن السلطات البلاد قامت بترحيل مواطن مغربي إلى شمال سوريا عن تاريخ الخطأ وذلك لاعتقاده أنه مواطن سوري في حادثة جديدة تطال مواطنين مغاربة في تركيا وبحسب ذات المصادر فإن المواطن المغربي ويدعى إسماعيل ألزو البالي من العمر 22 عاما وصل إلى تركيا مطلع العام الجانب تأشيرة سياحية لمدة ثلاث أشهر مؤكدة أن شرطة مدينة إسطنبول ألقت القفض عليه مطلع أبريل 2023 وقالت المصادر إن المواطن المغربي حاول الاتصال باستفارة مغربية في تركيا عبر أرقام التوارئ مرارا وتكرارا ولكن بدون جدوى وأضافت بأن الرجل المغربي تم نقله إلى مركز احتجاز اللاجئين في ولاية كيلس التركية تحضيرا لترحيله إلى الشمال السوري عبر معبر باب السلامة الأسبوع الماضي لكن بعد أن تم تأكيد إدارة المعبر من أنه مواطن مغربي قامت بإعادته إلى ولاية غازي عنتاب التي قضى فيها خمسة أشهر في مركز الاحتجاز رصدت عدسات الكاميرات الفنان الأمريكي سيلينا غوميز على مدرجات مباراة باريس الجرمان الفرنسي أمام ناظره أولمبيك مارسيليا ورجحت مواقع علامية أن تكون سيلينا غوميز معجبة بالدولي المغربي ظاهر الفريق الباريسي عشرف حكيمي إذ لم تحد بنظارة عنها طيلة اللقاء وما يزيد من شكوك متابعي أخبار المشاهير كون مكان الفندق الذي تقيم به سيلينا غوميز قريب لمنزل حكيمي الجدير بالذكر أن كلا الطرفين خرج من علاقة عاطفية صعبة إذ انفصلت سيلينا غوميز عن جاستين بيبر فيما يعمل حكيمي على الانفصال عن زوجته هيب عبوك شكل الفوز المغربي بشرف تنظيم نيائية كأس أمم إفريقيا 2025 مادة دسم للإعلام العربي والمغاربي بعدما روج الإعلام الجزائري لسحب الترشيح في آخر لحظة فكما تابع الجميع رفضت الكاف سحب الملف حيث احتفظت اللجنة الخاصة بالترشيحات بالملف الجزائري في التنافس والذي حصل على صفر صوت بينما حصل الترشيح المغربي على 22 صوت من أصل 24 بعدما تخلف عضوين عن الحضور من بينهم العضو التونسي إذاعة AFM التونسية كشفت في برنامج إذاعي أن السلطات الجزائرية عمدت إلى الغروب من مواجهة المغرب بعدما تأكدت بكون الهزيمة ستكون مصير ملف ترشحية وتضيف الإداءة في برنامجها الذي خصصت جزء منه لتصويت الكاف على المتضمين نسختي 2025 و2027 من كاس أمم إفريقيا بأن الإحساس بالهزيمة جعل الجزائريين يتضرعون بسحب الملف وهو الأمر الواضح الذي لا غبار عنها أعلن الفنان المغربي رفيق بوبكر عن مشروع فني جديد يجمعه بزميلته وصديقته الممثلة المغربية مجدولين الإدريسي وشارك الفنان رفيق بوبكر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاشتماعي بالإستجرام من كواليس تصوير مشاهد الفيلم التلفزيوني الجديد وحسب ما كشف عنه رفيق بوبكر فإن الفيلم التلفزيوني يحمل عنوان جبر ربحة يجمعه بالفنان مجدولين الإدريسي وأسماء فنية أخرى وبدورها تحرص الممثلة مجدولين الإدريسي على مشاركة بعض اللقطات العفوية التي تجمعه بصديقها رفيق بوبكر داخل بلاطو التصوير احتفلت المغنية الشعبية أميمة بعزية مساء يوم الخميس بحنة سبع شهور حسب مشاركته عبر حسابها الخاصة بموقع التواصل الاشتماعي بالإستجرام ونشرت الفنانة الشعبية أميمة بعزية على تطبيق الإنستجرام مقطع فيديو توثق من خلاله تفاصيل الحفل الذي حضره عدد قليل من أقاربها وأصدقائها وظهرت أميمة بعزية في مقطع الفيديو على الإنستجرام وهي تضع الحناء على يديها فيما اختارت أن ترتدي تكشيطة باللون الأبيض في هذا اليوم المميز يشار إلى أن الفنانة الشعبية أميمة بعزية كانت قد أعلنت خبر حملية قبل أشهر قليلة من خلال نشر صورة لها ببطن بارز أعلن النجم المغربي حاتم عمر انضمامه للجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب ستارلايت في نسخته الثانية وعرب النجم المغربي حاتم عمر عن سعادته عقب انضمامه للجنة التحكيم ببرنامج ستارلايت الذي يضم كل من الفنان أسماء النور والنعمال نحلو والدوزي وأمينوكس ونشر حاتم عمر مقطعا عبر صفحته بتطبيق الإنستجرام أرفقه بتعليق جاء فيها أعود إلى القناة الثانية دوزيم كما أنارت نجومنا الفنية بداية دربي قابلا دون تردد دعوة هذه القناة المحتضلة للشباب والدائمة للمواهب المغربية مقبلا بفخر للانضمام إلى لجنة تحكيم برنامج ستارلايت برفقة ثل من المبدعين والنجوم الأعزاء إلى قلبي وسابق أن كشفت أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة عن انضمام الفنان المغربي حاتم عمر لبرنامج ستارلايت في موسمه الثاني بعد انسحاب الفنان المغربية لطيفة رعفة أطارت اليوتيوبر المغربية الشهيرة إكرام بلا نوضة عاطف متابعها من جديد عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب مشاركة معاناتها اليومية مع مرض الاكتئاب واشتكت المؤثرة إكرام بلا نوضة في مقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على الإستجرام من فقدانها الرغبة في الحياة وتناولها مجموعة من الأدوية لتجاوز محنتها النفسية ولمحت إكرام بلا نوضة التي شهرت قبل سنوات بتقديم مقاطع فيديو عبر موقع اليوتيوب لروتينها اليومية لمحت إلى أنها تفكر في إنهاء حياتها وقدمت اليوتيوبر المغربية إكرام بلا نوضة نصيحة للمتابعين الذين يعانون مثلها بضرورة التوجه لطبيب نفسي مختص بدلا من الاعتماد على الرغية الشرعية على حد تعبيرها منذ إعلان خبر وفاة جدتها قبل حوالي أسبوع اختفت الفنان المرميس المرشيد عن الأنظار مما عثار قلق متابعيها ومحبيها واختارت الفنان المرميس المرشيد الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي في الوقت الذي تعيش فيه هي وعسرتها فترة عصيبة بعد وفاة جدتها وكانت سلمة رشيد أعلنت قبل أسبوع عبر حسابها الخاصة على موقع الإنستجرام وفاة جدتها من والدتها وودعت خريجة برنامج اكتشاف المواهب عرب أيضل جدتها بكلمات مؤثرة داعية لها في الرحمة والمغفرة بهذا الخبر نكون قد وصلنا لنهيئة هذا الموجز شكرا على حس انتباهكم ودائما جديد الأخبار أستودعكم الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة